هنأ فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف هنأ الرئيس عبد الفتاح سيسي وجموع الشعب المصري ووزارة الداخلية وزيرا وضباطا وجنودا بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير وأعرب الأزهر الشريف عن خالص تقديره واعتزازه بتضحيات أبطال الشرطة ورجالها البواسل التي تجلت معانيها في وقفتهم الوطنية الشجاعة في مواجهة قوات الاحتلال البريطاني بمدينة الإسماعيل عام 1952 داعيا أبناء الشعب المصري لاستلهام روحة تضحية والعزيمة وحب الوطن من هذه الذكرى العزيزة كما أكد الأزهر الشريف أن ثورة الخامس والعشرين من يناير كتبت فصلا جديدا في تاريخ النضال المصري والسعي نحو النهوض بالوطن سائلا المولى عز وجل أن يهيئ لمصر كل أسباب الرخاء والاستقرار وأن يرحم شهداء مصر الأبرار